المشاركة السياسية المشاركة السياسية تتمثل في السعي نحو تمثيل أفضل للمواطن عبر الأحزاب السياسية والبرلمان والهدف هو بناء ديمقراطية نتمنىوها تكون ثابتة التعددية السياسية والحزبية حاجة جديدة في تونس ومهرنا هذك علش المجتمع المدني لابد أنه يعمل على ترسيخها مشروعنا أخدم على دعم قدرات ناشطين سياسيين خاصة من فئتي الشباب والمرأة في مجالات القيادة والتواصل العديد من اللي قمنا بتدريبهم تم ترشيحهم في القائمات الانتخابية لأحزابهم والبعض منهم تم انتخابهم كعضاء لمجلس نواب الشعب الحالي مشروعنا نخدم على تحفيز الشباب على مزيد المشاركة من الحياة السياسية وفي الإطار هذا تم بعث خالية شباب المركز اللي انخرط فيها أكثر من سبعين شاب وشابة من أحزاب سياسية مختلفة وكذلك من الجمعيات قمنا بتنظيم مجموعة من الورشات حول النقاط الخلافية في الدستور واللي نتجت عليها 90 توصية تم رفعها إلى المجلس الوطني التأسيسي واللي خداموا منها 65 توصية بعين الاعتبار تم العمل مع سادة نواب المجلس الوطني التأسيسي على دعم الدور الرقابي المالي للبرلمان وهذا ساهم في التوصل إلى سياغة فصل في الدستور ينص على هذا الدور بصفة صريحة مشروعنا كان زادا عنده دور في الدفع نحو إحداث لجنة خاصة للرقابة على المال العام ضمن النظام الداخلي الجديد لمجلس نواب الشعب المشروع نجح في إدارة الحوار بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة رغم اختلافاتهم السياسية والإديولوجية نفذت هذه المشاريع بدعم صندوق الشراكة العربية البريطانية وسفرت بريطانيا في تونس